طيب أحد الأصدقاء يقول لي هو فين الصعوبة أن أطلع جدول الموسم كامل بما أن معروف مسبقا باقي البطولات القرية للأندية والمنتخبات يعني هو باقي العالم بيفهم وإحنا لأ مثلا هو ده السؤال الحقيقي يعني طيب أنا أخذ من كلام الكابتن عادي الحاجة مهمة أوي وهو الشق الفني الشق؟ الفني طيب خلينا نقول ليه في مصر ما فيش مخطط أحمال في الأندية لا فيه لا ما فيهش عندنا مدرب أحمال وليس مخطط أحمال أي فرقة في العالم أو أي منتخب في العالم لازم بيبقى فيه مخطط أحمال ومدرب أحمال مخطط أحمال ده اللي بيعمل البلان السنوي يطلع منه شهري يطلع منه أسبوعي يطلع منه يومي بس كل ده مش هيتعامل لما تعمل الجدول من أول مطش لآخر مطش نظبوط طيب نقول كلمة تانية مهمة ليه المنتخب القوم المصري على مدار السنين اللي فاتت دي كلها ما بيجيتش في المباريات البعيدة المدى أنت تجيد في حاجة واحدة بس بالبطولات المجمعة كمنتخب قوم بدليل أن أنت أكثر شخص معدكش مخطط أحمال آه لا علشان ما فيش العشوائية في الأحمال بمعنى المدرب ممكن يعمل ثلاث فترات إعداد في السنة أو أربع فترات إعداد دي حقيقة بيعد ممكن يبقى فيه فاصل ما بين مباراة ومباراة عشرين تلاتين يوم لكن أنا ممكن أعملها وأعمل حسابي فيها من أول السنة فإحنا نتكلم في إيه الصعوبة برضو يا كابتن طالما كل حاجة موجودة السنة دي كل حاجة موجودة وباية أقول لك يا كابتن نستقر لا ممكن على فكرة يكون بيواجه الناس الصعوبة يقولون عليه لا عنده صعوبة الصعوبة أنا من وجهة نظري ممكن يتغلب عليها بسؤولة أولا النواحي الأمنية إحنا بنتكلم فيها أن فيه أحيانا ما بياخدش موافقات أمنية بس ممكن ياخدها في البداية ولكن خلينا نتكلم على الأهم أنت بتتصدم مع أندية الاتحاد المصري ممكن يبعد عن موضوع يتصدم بالأندية بحل واحد بسيط أول الموسم وأنا بعدي للدوري بشتغل و بعمل الورشة بتاعة بتاعة العمل عشان أعمل دوري عام أدعي كل أندية كوماندوبين عن الأندية وأعود معاهم وديهم أول بلال للسنة لأننا عندي كل حاجة موجودة هم يروحوا أندياتهم ويتناقشوا ويرجعوا لي تاني أسبوع تاني أعدل لهم الحاجات اللي هم أتكلموا عليها وديهم أسبوع تالي يعملوا نفس الكلام وبعدين لما يرجعوا لي أمضيهم على ليحة العقوبات بمعنى أنا هلعب الأسبوع الأولاني يوم كذا والأسبوع الأخير يوم كذا أي فرقة فيكم هتنسحب هتنزل درجة تانية لما كله يمدي أهلي قبل أي الناس والزمالك قاله زمالك لازم يمدو عشان اللي مايروحش مباراة ولا اللي يقولي أجل مباراة ينزل درجة تانية نعم لو وسلت للمعادلة اللي أنا بقولك عليها دي هتعمل دور منتظم هقولك كان فيه دور منتظم الوحيد اللي كان في مصر وأفكرك بيه فضل كابتن أصام أصام منام عبد المنام 2004-2005 صمم وده حقه لازم يخدر صمم وده ممكن تكون ساعد الموقف أنه ما كانش فيه يعني ما كانش فيه مشاكل زي الوقت الحالي لكن صمم واشتغل لما تعمل الجدول ده وتعمله كده يا كابتن إسلام هتكسب كتير أو